أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تسلم الحكومة 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراقة الاستثمارية مع الإمارات العربية بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر في بيان الله أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اكتمال الدفعة الأولى لهذه الصفقة بشكل فعلي وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لافتا إلى اتخاذ إجراءات لتنصيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري مع حصول مصر في غضون شهرين على المبلغ المتبقي